فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية حسن الله إليكم قال رحمه الله وهذا مذهب كثير من من عطل الشرائع فإن القوم تنازعوا في علة فعل الله سبحانه وتعالى لما فعله فأرادوا أن يثبتوا شيئا يستقيموا لهم به تعليل فعله بمقتضى قياسه على المخلوقات فوقعوا في غاية الضلال نعم هو الأصل الضلال أنهم قاسوا الخالق بالمخلوق والله جل وعلا لا يقاسوا بخلقه سبحانه وتعالى لا قياس شبه ولا قياس شمول وإنما يقاسوا بخلقه قياس الأولى ولله المثل الأعلى فأما قياس العلة قياس الشمول فلا يقاسوا بخلقه سبحانه وتعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلموا وأنتم لا تعلموا فالله جل وعلا لا يقاس بخلقه وأفعاله في غاية الحكمة وغاية العلم والإتقان فنحن لا ندخل في أفعال الله ونسأل لماذا قال الله كذا لماذا فعل الله كذا نحن منهيون عن الدخول في أفعال الله وأننا ما نخذ منها إلا ما عرفنا علته وعرفنا حكمته نحن نؤمن بأن الله حكيم عليم وأنه لا يشرع شيئا إلا لحكمة لكن قد نعلم هذه الحكمة إما بالنص عليها أو بدلالة الأثر على ذلك أو الشواهد على ذلك وقد لا نعلمها فنحن لا نتوقف على أن نعرف الحكمة وإلا لا نعمل بشيء فهذا مذهب الأمم الضالة التي هلكت بسبب ذلك